بسم الله الرحمن الرحيم أعطيكم العافية جميعا وأهلا وسهلا فيكم في لاب 12 من هذا الأسبوع إن شاء الله يا شباب حنتكلم اليوم عن موضوع مهم جدا 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 في الاندرويد بشكل عام وفي بناء التطبيقات في الاندرويد بشكل خاص موضوع الفراجمنت موضوع الفراجمنت شباب موضوع مهم جدا لازم تكون فاهموا لما تيجي بتكتبني التطبيق اندرويد تمام الآن من نسبة لموضوع اللي هو الفراجمنت لا يخلو أي تطبيق لا يخلو أي تطبيق من الفراجمنت إيش هي الفراجمنت إيش وظفتها إيش تطبيقاتها العملية وإيش أنا بقدر أستخدمها في اللي هو التطبيقات هذا اللي هنشرحه اليوم إن شاء الله هنشرح عن الفراجمنت كيف أنا بدي أنشئ فراجمنت وحنوخر تطبيق عملي على الفراجمنت خلال هذه المحاضرة وبالتالي حاولوا تركزوا معي بشكل كويس نبدأ في شرح المحاضرة الآن الفراجمنت يا شباب كتعريف هي عبارة عن جزء من الاكتيفتي الفراجمنت يا شباب جزء من الاكتيفتي وجه التشابه ما بين الاكتيفتي وما بين الفراجمنت إنه تنتين يا شباب عبارة عن شاشات إيش يعني إيهم تصميم إيهم شكل إيهم هيئة فبالتالي haye 3 طفل تنتين у hawлон اساس لكن الفرق يا شباب هو الجزء من الاكتيفتي كيف يعني جزء من الاكتيفتي إنه في الفراجمنت Living بدون activity لا يوجد fragment بدون activity بالتالي الفكرة يا شباب أنه بيكون في عندي activity شاشة activity هذه من خلالها يا شباب بأبني مجموعة من fragments يا شباب زي القطع بالشكل هذا بالتالي ببدأ أنا أبدل في المحتوى تبع الشاشة ببدل في المحتوى تبع الشاشة أبرز مثال اللي هو المينيو الجانبية أو القائمة الجانبية لما أنا أجي أنا أختار خيار من الخيارات بفتح لي مباشرة ببدل لي محتوى الشاشة وبيفتح لي شاشة أخرى وفعليا أنا إيش سوى أنا لازلت موجود في نفس activity اللي هي هذه لكن بدل المحتوى بمحتوى آخر وهذه وظيفة الفراغمنت الفراغمنت هي جزء من activity اللي بتحمل اللي هو الUI الخاص بالتطبيق بتحمل الUI الخاص حسب الواجهة اللي أنا مستخدمها فأي عندي مثلا activity تحتوي على مجموعة من الفراغمنت وهنا برضو activity تحتوي على الفراغمنت فبالتالي الحاجة المهمة لازم تفهمها أنه activity هي أساس والفراغمنت هي جزء من activity بنفعش أنا أعمل الفراغمنت بدون activity هذا يعني يا شباب لو activity انتهت طفت صار في exit خرجت من التطبيق الفراغمنت حيموت تمام؟ بنفعش أعمل الفراغمنت بشكل مستقل على activity هذه اللي بدك تعرفه تمام؟ فبالتالي اللي فراغمنت يا شباب هي عبارة عن زيه زي activity إلو منف xml وإلو منف اللي هو code اللي هو java class أو kotlin class زي زي activity أيضاً أيضاً وبقوم بمقام activity حتى life cycle يا شباب حتى life cycle تقريباً تشبه life cycle أو دورة حياة اللي هو ايش activity تمام؟ حمر مرور سريع بس على life cycle انتو هتخذوها بشكل مفصل في المادة النظرية لكن أنا همر عليها بشكل سريع في اللي هو life cycle نفسها يا شباب نفس life cycle خاصة بال activity هي نفسها تقريباً الخاصة بال activity مع بعض الإضافات وبالتالي يا شباب هدورها كلهم بيعتمدوا اعتماد مباشر على activity بمعنى إنه في حال زي ما قلتلكو activity ما سننظرها on destroy يعني طفت activity ال fragment مباشرة بطفيه الآن يا شباب في دورة حياة ال fragment بيبدأ في on attach on attach يا شباب هدو وضفتها ربط ال fragment في activity بما أن الفراغمنت جزء من activity وبيقوم على activity وبالتالي في دورة بعد إنه create اللي احنا عارفينها اللي هي أساس fragment اللي هي أول ما هذه خاصة يا شباب بال activity on create الخاصة بال activity مش بال fragment تمام الخاصة بال fragment اسمها on creative view بعد ما ينشئ ملف اللي تسمع الخاص بال fragment هنا on activity created هنا لما ينشئ activity يا شباب هنا لما ينشئ on start و on resume اللي هي on start لما يبدأ تشترى الفراغمنت on resume لما يصير عملية اللي هو أي حاجة توقف إلى الفراغمنت بعدين يصير عملية استكمال في عندك on destroy on destroy view تقريبا مشابهة لدورة حياة activity اللي انتو أخدتوها تمام الان يا شباب خلينا نتكلم بشكل عملي وبشكل اللي هو تطبيقي على الفراغمنت وبالتالي لازم أنا يش أروح على بيئة العمل الخاصة بالاندرويد studio الآن عشان يا شباب أنا أنشئ fragment بكل بساطة باجي على زكيني بنشئ activity زي كيف أنا بنشئ activity يا شباب باجي بنشئ fragment باجي باجي بعمل new في عندي هنا new activity بختار new activity طبعا باجي بختار new fragment طيب الآن في عندي مجموعة من الخيارات في عندي login fragment model bottom sheet scrolling fragment fragment view model fragment list ايش اللي أنا بدي ايش اللي حي لزم لأنا انت مبدئيا كالعادة زي ما عندي في activity في عندي مجموعة من activities و بختار في الأخير empty activity فاضية عشان أبداها من الصفر نفس الفكرة هنا بختار fragment فاضية يا شباب blank ايش يعني blank يعني فاضية فيش فيها اشي وببدأ ببنيها من الصفر ببنيها ايش من الصفر بختار اللي هو fragment blank مثلا نسميها home fragment كمثال يعني بالشكل هذا home fragment شكله هنا في اه مش مشكله باجي بعمل اللي هو بنفس الطريقة fragment blank احنا قلنا يا شباب home أو main مثلا خليها main fragment بالشكل هذا تأكد انه اللغة المستخدمة kotlin وليست java وعمل finish حيج يا شاب ينشئ لك fragment زي ما اتفقنا حينشئ لك منفين ملف الكود kotlin ومنف الكسم قال اللي هو التصميم زي ما اتفقنا احنا قلنا هي نفس UI تنتين انهم نفس شباب نفس UI الهان يا شباب هنا في عندي text view بس خليه في النص عشان اميز fragment مع بعض center بالشكل هذا خلينا نقول graphity center وهان باجي بقول له ايش من fragment بالشكل هذا تمام الآن يا شباب ايش الفكرة الفكرة انا عملت fragment لكن انا وقت استدعي ها fragment وقت اشغل ها تمام حاجة fragment زي ما اتفقنا يا شباب بتقوم على activity تم بنع activity تمام تخيل عندي هنا شباب تخيل عندي انا هنا هي activity هي activity يا شباب تمام الآن لما بدأ اعمل fragment هذه activity رئيسية باجي اعمل ستجد فوقها لو بدأ اعمل fragment ستجد فوقها او امحل الجديمة وحط الجديدة باجي اعمل fragment ستجد فوقها بيصير هندي يا شباب زي stack stack يعني رفوف فوق بعض بالتالي هاي فكرة activity بالتالي باجي انا activity اللي انا من خلالها يا شباب حبني fragment من خلالها حبني fragment كيف انا هابدل بين fragment الفكرة بالتبديل كمان الفكرة لما بدأجي انا ابدل بين fragments خاصة لو كان عندي قائمة جانبية تمام فالان كيف انا بدي ابدل في الحالة هادي يا شباب بستخدم frame layout frame layout يا شباب وظيفته غير انه وظيفة انه بعمل بحط items فوق بعض عشكل stack الوظيفة جوهرية انه من خلال frame layout بقدر اعمل stack من fragments زي ما قولنا من هان اصلا frame layout تفاجئنا انا بدي حط layer فوق layer فوق layer بستخدم frame layout فبالتالي بستخدم أيضا frame layout لما بدي اعجي ابني the fragments على اساس frame layout يا شباب حضيف عليه fragment وبالتالي هان باجي على activity main وباجي بغير constraint layout يا شباب بframe layout بالشكل هوا اوخل constraint وحط جوه frame لانا في الاخير frame سيأخد حجم الشاشة ككل match parent وهنا match parent بالشكل هذا وعطي id طبعا id بدأ قوله container id هي الحاوية frame layout هتكون الحاوية اللي هتحتوي fragments اللي بدأ بنيها هجيت لو مسلا سألتني سؤال مثلا اكمل fragment بقدر اضيف على activity جد ما بدك 10 20 30 تقدر ما بدك وهي ميزة fragment لواحد سألتني سؤال ليش ما تستخدم activity activity main activity home activity profile activity setting الفكرة شاب ل fragment اضيف على frame هذا يا شباب ل fragments اللي انا بدي اياها تمام فالان اشي اللي حيصير حمل function ركز معي هان حمل function يا شباب اسمها add fragment function اسمها يا شباب add fragment بالشكل هذا الآن يا شباب في add fragment في طريقة معينة او في code معين لازم اتبعه عشان اضيف fragment على activity باستدعي يا شباب اول خط وباستدعي حاجة اسمها support fragment manager اي خدمة بدي اطلبها من android لازم تكون اخرتها manager fragment manager notification manager activity manager في حاجات كثيرة تمام بالتالي اول حاجة باستدعي support fragment manager تاني حاجة شباب بعمل حاجة اسمها transaction transaction يعني عملية ايش عملية اضافة فال بعرف متغير اسمه transaction الـ transaction هدا شباب بدي يساوي support fragment manager الحكين عنه support fragment manager باستدعي خدمة fragment dot بدي اقول بدي transaction يعني ابدالي عملية اضافة ل fragment او حدف fragment مهم هذا استطر معناته انه ابدالي عملية في fragment سواء اضافة حدف تبديل ايش ما اجب الان يا شباب ايش باجي بقول transaction dot add ضيف لي طيب قلي ايش بدك تضيف بدي اضيف fragment ايش ال fragment اللي بدك تضيف ها انا عملت ل الو fragment فباجي هان ممكن كنوع من الترتيب او ممكن هان مباشرة اقول له والله object اعمل initialize the class اقول اللي هو latiniate var fragment من fragment بالشكل هذا وهنا تجي تقول له يا شباب تقول ل fragment بدي يساوي من fragment وتجي هان تقول ل ايش fragment بنفس الطريقة ونفس الالية ونفس من الترتيب طيب البراميتر الثاني اللي هحط ه يا شباب قلي وين انت بدك تضيف ال fragment وين بدك تضيف ال في البداية هادي هادي الثاني براميتر اول براميتر هيكون وين انا بدك اضيف الفراجمنت بدي اقول له ضيف لي على هذه ال activity على frame layout هو هذا على container فباجه بقول له r.id .container container بالشكل هذا اذا هنا سيضيف الفراجمنت على هذه activity تحديدا سيضيف لي ها على frame layout activity هذه وهي المرحبة تمام وبالتالي اول ما يفتح الشباب سيفتح activity لكن فعليا لو انا اضيف شباب اي حاجة هنا text view button اي حاجة مش هيظهر الفراجمنت لان لان نعمل frame وضيف على frame fragment تمام طيب هيا اشغل او ريك ما سيحدث تمام هي اشتغل خلينا نشوف ما سيطلع عندي هان تمام بالشكل هذا تعال نشوف لاحظ شباب فعليا فتح الاكتيف ومباشرة اضاف للي fragment كطبقة فوق الاكتيف لان نحن شايف ظهر لي المان fragment ظهر لي المان fragment يمكن هاجة تقول لي طب ايش الفائد ايش استفدت فعليا بقول لك التالي انا ممكن اضيف هنا كمان fragment يعني اعمل مثلا زر خلينا عمل لك اياه بشكل نفراج من فوقيها تمام وبالتالي صار عندي طبقات هيزر تمام بالشكل هذا الزر هيكون rap content بالشكل هذا تمام بس نحاول نخليه بال هو gravity center في المنتصف ونعطي id button add بالشكل هذا تمام الآن يا شباب انا باجي هنا تمام باجي هنا حلو كتير الآن كيف انا هتعامل مع الفragment هذا زي زي كالي بتعامل مع activity يعني بس الحاجات هذه هنوضحها ايش يعني مثلا ايش هذه معناها ايش هذه ايش الكمباين object ويش الnew instance هذه معناها تمام خلينا نوضحها هال gate تمام الفكرة هذه بعدين نشوف الوضوع هتوضح اكتر خلال او خلينا نعملها مش مشكلة باجي هنا يا شباب تمام مثلا بعد ال on create باجي باجي بقول له والله او بعد هنا باجي بقول له بكل بساطة هذه خليها ايش return view باجي بقول له يا شباب خليها var view تساوي في الأخير يا شباب الفانكشن هذه بترجع view وهنا بقول له return view بس بساطة بالشكل هذا عشان اكتب كودي هان تمام اكتب كودي هان الان يا شباب خد قاعدة وحتى تلخبط فيها كتير هذه دائما دائما في fragment انا كيف بدي اصل للزر هذا الموجود في activity كنا شباب اطول نحط id ويظهر عندنا لكن هذا لا يزبط يعني لو انا قلت له مثلا button ايش سمنا احنا ال id يا شباب button add btn add سيظهر معك لكن لما تشغل سيطلع عندك crash التطبيق سيطفي سيصير exception لانه بقول لي button add هادي موجود موجود في fragment تمام عشان هي وظيفة view شايف view هادي شايف الانفليت هادي الانفليت اللي اخدناها في اللي هو recycle view تمام الانفليت هادي يا شباب بترجعلي اللي هو view اللي هو layout هذا كله من خلال هذا layout بدي اجيب من components فبجب اقول view dot هتنساش هتتلخبطوا فيها كتير هادي تمام dot طبعا اول شي نعمل هو import dot set ون click listener طيب ايجولتنا نبدأ ندوس على fragment هذا يا شباب بدي اجيب اجيب افتح fragment جديد فخلينا نعمل fragment هادي cd اجيب fragment blank fragment نسمي يا شباب مثلا setting fragment يعني الخيارات finish بالشكل هذا الان يا شباب اجيب اجيب بنفس الطريقة المثل التي شايفين ها خد function واستدع اجيب اجيب fragment manager لكن هنا تحتاج تقول اجيب activity dot تمام في fragment هي وظيفة انه عن طريق activity بتقدر تستدعي مثل هذه او functions هذه تمام طيب الان اجيب اجيب استدعي مين اللي اسمها setting شباب fragment بالشكل هنا تمام هجيب اجيب شباب نروح على setting ونعمل هنا ايضا اللي هو يا شباب text view خليز ما هو بدخل ل gravity center واسميها sitting fragment بالشكل هنا طيب الان اول ما اضغط على زر هيعمل add fragment هيضيف للمشاه fragment اللي هو sitting هيك بكون ضيف two fragments على activity شباب صار طبقت فوق activity تعال نشوف كيف هي سيصير الموضوع هيشتغل تعال نشوف هاي شاب اشتغل تمام هاي عندي انا اللي هو ايش ايه وفتح الفراغمنت بشكل مباشر قلت لو اضغط هاي لماذا نفضي اشتغل يفتح الفراغمنت البعدية يضيف فوق الفراغمنت البعدية لاحظ شباب مساشي شي اه هو فعليا اشباب ضاف الفراغمنت لكن ضاف فوق ايه وقتلي فوق بعض اشباب تمام طيب انا في هذه الحالة في الحالة زي الجديدة للسيتنج باجي بدل الاد بعمل ربليس ربليس ايش بتعمل ربليس الشباب بتشيل القديمة وبتحط الجديدة ربليس الشباب بتشيل اللي كانت موجودة اللي هي الماني فراغمنت وبتحط شباب الفراغمنت الان واضيفة هي السيتنج فراغمنت اه هي الجديدة تمام خلينا نشوف ايش هيصير ب الكود الابليكيشن او الفراغمنت يا شباب اه الفراغمنت خلينا نغيت لو ضغطت على الزر لاحظ اصال يا شباب اختفت الفراغمنت الاولى وضاف لي الفراغمنت التانية صار في نوع من التبديل بدل يا شباب وهذه ميزة الفراغمنت بقدر الاكتيفتي ضي لثابتة وببدل بين الفراغمنت لو عندي خمس الفراغمنت ببدل بينهم بشكل سريع بحيل لو في اكتيفتي لاحظ انت اشتغل مشروع في الدار تمام عندك لو اشتغلت المشروع لاحظ كيف الانتقال بين الاكتيفتي والاكتيفتي بدي انقل data من مثلا الفراغمنت اللي انا فيه للفراغمنت اللي هو sitting هذا او من الاكتيفتي نفسها للفراغمنت كيف انقل data في الاكتيفتي يا شباب عشان انقل اللي هو data بين الاكتيفتي كنت نستخدم حاجة اسمها intent و dot bot extra الآن يا شباب في الفراغمنت بيختلف الموضوع هنستخدم حاجة عشان ننقل data نستخدم حاجة اسمها bundle حنستخدم حاجة اسمها bundle تمام خليني هلقيتها طبعا سواء من الاكتيفتي الحاوية لفراغمنت معينة او بين الفراغمنت خليني نقول بدي انقل data من الاكتيفتي يا شباب للمان fragment تمام كيف نقول هلستخدم bundle لستخدم bundle انا يا شباب ما يجب سوي معرف bundle var bundle طبعا الفراغمنت فكرة عامل يا شباب زي الانتنت بالضبط حتى طريقة اضافة ال data وقراءة ال data ايضا شبيهة جدا بالانتنت بقول bundle يا شباب وحط هو القيم اللي بدي اياها بدي اضيف string integer object ممكن اضيف object ممكن اضيف double اي اشريد اياه put string احط الكية شباب مثلا على الفراغمنت بالشكل هذا الانش بقول الخطوة الاخيرة بقول شايفين الفراغمنت هذا بقول fragment dot set arguments أو arguments بدون set fragment dot arguments يعني ايش الparameters ال data اللي هتكون من ضمن الفراغمنت او في داخل الفراغمنت بدي يساوي حياخد يا شباب البندل حياخد البندل الان يا شباب طريقة القراءة كالتالي هنا يا شباب لو انت بلاحظ مجهز لك هنا هتلاقي arg parameter 1 وار هدول ايش هدول يا شباب فعليا مجهز لك انه في حال تم ارسال data لل fragment باستقبلها مجهز لك الاستقبال كله من الاول ما تعمل الفراغمنت وهنا اعمل لك parameter 1 parameter وهنا اعمل لك في الان create arg ملاحظ الargument هي نفسها ايش اللي هو constant تمام الان قال لك parameter 1 بتساوي it اللي هو object نفسه الفراغمنت كله dot get string لاحظ في intent طيب نعمل ايش get intent dot get string extra نفس الطريقة طيب هتلاحظ تحت هنا في حاجة اسمه combine object combine object شباب بحط فيها دائما constant الحاجات المستخدم بشكل دائم الان يا شباب في حاجة اسمه new instance في new instance الشباب بتتفاعل اول ما يفوت على fragment هيفوت هنا اول ما يفتح الفragment هيفوت هنا في new instance الشباب باخد لاحظ arguments يساوي bundle dot apply فعليا بقرى arguments اذا انا بعت هنا بقراها اذا في data بقراها فقرى arguments هذه وعملها put وين عملها put اللي هي لا هاي الكي وهي ايش البرامتر هنا تم عملية القراءة يعني هنا في الافراج ودي شباب فعليا قرى arguments هذه قراها وفي نفس الوقت ايش اه 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 ضافة وهنا قراها تمام طيب لو انا اجي اقراها يا شباب هيا عندك الكي فبالتالي باجي بحط الكي بس بكل بساطة وباجي فبالتالي برامتر واحد هيكون فعليا حامل الاسم الاسم باجي بقول له هنا toast لو بد اطبعها .make text activity تمام وبد اطبع برامتر واحد وبد اطبع هو toast المدة حتكون short .show .show يا شباب .show الآن خلينا نجرب نشغل يا شباب طيب هيش تغل عندي هان طبعا لاحظ هنا لسه المفروض اول ما نشغل مرة يعني المفروض اول ما افتح activity يا شباب اول ما افتح activity وضيف ال fragment لاحظ مباشرة فتحت activity وضيف fragment ونجل data طيب هنجيت يا شباب في طريقة اسهل يمكن انت اتغلبت شوية والله هان اعملها put وهان اعملها جراية وهان مش من بره هادي الكنستانت الخاص بالfragment فقال لك ايش بتسوي شيل هذا كله شيله تمام الان تستدعي الميثود هادي new instance new instance هادي وظيفة تقول نايش بتعمل put ل data وهان بتتم عمية ل ل data فبالتالي قال لك بتيجي هنا مباشرة بشكل مباشر بشكل مباشر حتى التعريف هذا هتلاقي يا شباب new instance الميثود هادي بشكل مباشر لاحظ الميثود هادي بشكل مباشر للمولودة في داخل combine object قال لك ابعت data بدبعت الاسم هاي ودي ابعت الاسم هاي طبعا هنا الميثود تقبل يعني two parameter أنا بدبعت parameter واحد اذا بشيل هذا بالزمن ايش بدبعت parameter واحد وبالتالي محتاج ما يقراش null ما يقراش البراميتر اثنين يقرس البراميتر واحد تمام هل هيعمل لنفس الالية تعال نشوف ها شوف كيف اسهل عطول مباشر بدون ما عمل bundle arguments main activity to new instance وهنا بشكل تلقائي لحاله بعمل bundle و arguments و بضيف data و فوق هنا يا شباب في create اول ما يعمل create لا fragment سينشئ اللي هو fragment و سيقرأ data الموجودة اللي هو المرسلة من قبل سواء activity او اللي هو fragments تعال نشوف هنا اشتغل بس فلنحن ناشي نشوف رسالة toast سنشغل مرة ثانية نشوف رسالة toast فعليا برضو طبع اللي هو data المرسلة واضح كيف اذا كيف انا بتعامل مع fragments تمام كيف انا fragments مع بعض او ما بين activity وال fragment تمام واضح كيف ايضا بدي انشئ fragment كيف انا بعتمد على activity التي فاضح فعليا فيها فرام نقعود و fragment يعني بتبدله بالشكل اللي احنا شفنا يمكن انت الان يا شباب يعني اجاك الاستفسار يعني لحتى الان ما فيمتش ايش المغزم ل fragments بشكل اساسي يعني فهمنا انه والله بنبدل بينهم وسرعة في التبديل اسرع من activity بقدم احدة عمل فيها عدد كبير من fragments وبالتالي بوفر حجم وبوفر size وبوفر حجز ل memory التطبيق ماشي هال مزايا ماشي بس حتى الان يمكن انت مقتنعتش في موضوع fragments واهمية fragments فالان بدي عارفك التطبيقات عملية مستخدمة في التطبيقات او في الapplications المشهورة او في كل الapplications تقريبا مستخدم ياما كلهم ياما واحد منهم فالان في عدة شباب تطبيقات عملية عن fragments موضوع حساس جدا في android اللي هو ايش application طيب تعالشوا fragment بالاول تطبيق عمل يا شباب زي ما قلتلك على fragments اللي هو حاجة اسمها في android اللي دعينا الnavigation drawer هي نفس القائمة الجانبية اللي بتكون موجودة في التطبيقات هيا شباب بيكون في ثلاث شحطات هنا اول ما تعطيها شحطات او اسحب سحب تطلع للقائمة الجانبية هذي هذي فعلينا شباب عبارة عن fragments هذه كلها شايفين ها عبارة عن activity تمام ومجرد ما لخيار من خيارات بيبدل المحتوى بشكل مباشر بيفتح ال fragment وبالتالي بيبدل المحتوى الموجود هنا ب fragment ثاني ففعليا انا عندي activity واحدة وعندي واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة fragments تمام فبالتالي تطبيق عملي على ال fragment وهذا ان شاء الله هنشرحه ايضا في القادمة هنشرح كيف نعمل navigation drawer تطبيق اخر اي شباب بنفس الطريقة شايفين المينيو هادي المينيو اللي تحت هادي اللي اسمها عندنا في الاندريد اسمها bottom navigation drawer او bottom navigation bar bottom navigation bar بتلاقوها في ايضا تطبيقات المشهورة يعني حتى تطبيقات غالبا صارت تتجه لل bottom navigation بس اكتر من اللي هو ايش ال drawer او navigation drawer ال bottom navigation يا شباب مثلا فتحت تطبيق الانستجرام برضو هتلاقى ايضا ال bottom navigation موجود هاي ونفس الطريقة هاي كلها activity تمام ومجرد المستخدم يعمل select لخيار من الخيارات يبدل محتوى activity بfragment فهنا عندي activity وفي عندي اربع fragments ببدل بينهم في داخل activity هاي تطبيق اخر على ايش على fragments من تطبيق عملي ايضا يا شباب في عندك tabs او tab layout tab layout يا شباب لاحظ هذا اكيد شفت كتير هاي هاي هو بيكون في خيارات هنا one two three حتى بتقدر تعمل سحب باصبعك تعمل scroll بفتح لك لو عملت scroll بشكل horizontal بفتح لك العلامة هاي بتروح على two three فالtabs ايضا موضوع tabs ايضا هاي عبارة عن fragment هاي كلها activity وفي هاي ثلاثة fragment هذا ومفتح على two بفتح ثري باخد fragment وهذا ايضا باذن الله هنشرحه بشكل عملي في الفيديوهات القادمة ايضا يا شباب تطبيق عملي اخر على fragments on porting screen غالبا في التطبيقات الكبيرة يا شباب بتلاقي شاشات تعريفية بالتطبيق اول ما تدخل التطبيق والله تعريف بيجيبك صورة وتعريف عن التطبيق بيقولك next او indicators هدول بتعمل بتعمل بصبعك scroll بفتح الشاشة التانية بتعمل بصبعك scroll بفتح الشاشة التانية او بيكون في زرين التالي والسابق التالي والسابق فعليا ايضا هدول عبارة عن fragments ببدو بين بعض تمام ممكن حتى تنعمل باقتر من طريقة ممكن تنعمل على شكل recycler view على فكرة اه وممكن تنعمل على fragments تمام فبالتالي ايضا هالي تطبيق عملي على fragments والتالي المستخدم بشكل كبير يا شباب في التطبيقات الكبيرة وبالتالي هنا تكمن اللي هي اهمية fragments وبالتالي لازم تتعلمها وتفهمها بشكل هو كويس الآن يا شباب في الparts القادمة هنحكي بشكل عملي عن كيف انا بدي ابني navigation drawer وكيف انا بدي ابني tab layout اتقد bottom navigation حيشرح لكم البرش مهندس في المحاضرات النظرية لكن انا حشرح لكم ان شاء الله بشكل عملي navigation مالفاو